حول أي عمل عليه اسم أسامة أنواركيش حيشرفني في الجزء الثاني من الحلقة كتب صحفي الأساز سيد محمود هنتكلم عن أسامة أنواركيش عايزة بس أبدأ مع حضراتكو بأنه مبارح أنا عرضت حالة والحالة كانت لهدير من محافظة الغربية وهدير يا حبيبتي زي ما كان واضح فيه التقرير أنه حصل لها انزلاق غدروفي وحصلت مشكلة عندها في الفكين لدرجة أن هي بقلها سنة وشوية ما بتعرفش تأكل بشكل طبيعي ولا تشرف بشكل طبيعي والتقرير الحقيقة وضح حالتها بالضبط وحصلت استجابة من رئاسة الجمهورية عن حالة هدير وعايزة أقول لحضراتكو أنه فوراً السور اللي أنا بزحل حضراتكو دي حصلت النهاردة بمجرد ما تم التواصل مع هدير في الغربية عربية الإسعاف رحت لها وخدتها وراحت ودتها معهد ناصر هي موجودة في معهد ناصر دلوقتي بيعملوا لها تحليل وبيعملوا لها أشعات وبيعملوا لها كل اللازم علشان يشوفوا حيبدأوا العلاج إزاي مع هدير إن شاء الله نتمن عليها ويتقوم بألف سلام اشتركوا في القناة